اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتهاد الكرة الطائرة يستقر على موعد الجولة المؤجلة من الدوري ماهر شريف مرشحة لجائزة افضل لعبة صعدة من رابطة محترفات التنس اسبانيا تنهي سيطارة امريكا على التصنيف العالمي لكرة السلة ومن التقارير طائرة الزمالك انتصارات متتالية للرجال والسيدات اما عن بطل قصتنا النهاردة فهو كابتن هشام شعبان اسطورة زمالكوية في كرة السلة وضيفي له شرفني وينوارني النهاردة كابتن صلاح عطا لاعب منتخب مصر للكرة طائرة جلوس قبل ما اتكلم عن الموضوع اللي عايزة اتكلم فيه الرياضة بجد كل يوم في حال جديد وبعدين الحاجات السوابت اللي تعودنا عليها الزمان اللي هو فكرة انه البسكت يعني امريكا مش عارفة كرة القدم يعني مين البرازيل او انجلترا الكلام ده كله اختفى يعني النهاردة انت بتتفرج استوقفني جدا الموضوع مش ده الموضوع اللي انا هتكلم فيه خالص بس استوقفني فكرة انه اسبانيا بتنهي سيطرة امريكا على التصنيف العالمي لكرة السلة خلاص مقا الدنيا تغيرت ده يقولك ان الرياضة مفيهاش سوابت ان كل حد يقدر يعمل كل حاجة بارح برضو لما منتخبنا طبعا الوطني لكرة القدم قدر انه يفوز على بلجيكا لو سألت اي حد قبل المباراة يقولك يا ام طبعا مش هنكسب بلجيكا يعني بس بقاش في حاجة اسمها كده الرياضة بجد الحديثة زي ما بيقولوا كده مفيهاش حاجة اسمها او بالعامية يعني ملهاش كبير مفيهاش حاجة اسمها كبير في الرياضة كل يوم الرياضة في حال جديد المتغيرات جديدة كل حاجة كل حاجة يعني انت النهاردة بتتفرج حاجة عظيمة جدا فكرة انه خلاص مش زي ما تعودنا طول الوقت ان امريكا هي المسيطرة على كرة السلة على مستوى العالم لان النهاردة اسبانيا بتنهي السيطرة دي بالتأكيد وبتتصدر التصنيف العالمي لكرة السلة ده لو يقولك يقولك انه زي ما بقول الرياضة متغيرتها كتير جدا الرياضة الحديثة كل حاجة بتتغير ما بقتش زي زمان ما بقاش انه كل دولة هي مسيطرة على لعبة معينة لأ الدنيا بالتأكيد اتغيرت كتير طيب عندنا موضوع كالعادة لازم من وقت للتاني كده يكون فيه مواضيع اللي هي تحس انه هو لازم الليك بيحصل معا كده ده لازم خلاص وانت بقيت حاسس طول الوقت ان لازم من وقت للتاني هيبقى عندك مواضيع شبيهة بكده من شوية اتحاد كرة السلة طلع بيان على احداث متش امبارح بين الزمالك والاهلي اللي كان طبعا في نص نهائي دوري المرتبط وطبعا كان فيه عدة قرارات يعني منها منع الجماهير اللي حضرت المتش مش منع الجماهير بصفة عام منع الجماهير اللي حضرت المتش لمدة 3 شهور واختار شركة تشكرتي باقي الكلام ده وكمان غرامة مالية على النادي الاهلي وقدروها 30 ألف جنيه وقع غرامة مالية على نادي الزمالك وقدروها 20 ألف جنيه طب ليه تمهو الاهلي اللي كان عنده المشكلة لأ ماينفعش اذا مخدنا من دول 30 يلا عشان انتو عانتوش حاجة قوي هناخد منكو 20 سيحنا عاناش حاجة أصلا لأ معلش هناخد منكو 20 ألف جنيه بقى هاي يعني اهو بنمسي عليكم طب ليه لأ بجد ليه وان النبيين يتحملوا كافة التلفيات الخاصة بالصالة واجراء طبعا كل اي مشكلة حصلت خلال المباراة او التلفيات او ما شبه يعني هيتم تحمل تكاليف الحاجات دي النادي انتو واجراء تحقيق مع المدير الفني النادي الاهلي جاستي بوش وانت لسه تعملت حقيق يعني معلش هو الراجل سمى جل التحقيق يعني ما الراجل كان واضح وصريح وكل حاجة كانت واضحة وصريحة خلال المباراة واحنا لسه نعمل تحقيق واحنا لسه هنتكلم معاه يعني هيجي للتحاد وهنا استدعيه طب وليه حضرتك عملت كده طب كنت زعلان شوية طب كنت مخنوق طب كنت متضايق ما ممكن تكون دي عنده الراجل اسباب يعني مش عايزين نظلمه احنا مش عايزين نجي على الراجل ونظلمه يعني بجد الواحد بيقعد قدام القرارات اللي زي دي انا طبعا أسفل بجد الموضوع جاي عليا بتضحك بس وانت هتكلم معاه في ايه يعني هتقوله ايه يعني لو هتجيبه للتحاد هتتكلم معاه في ايه بجد يا جماعة بجد والله العظيم سواء بقى كان الموديل الفني بتاع ناتي زي مالك عمل كده الموديل الفني بتاع ناتي الاهلي عمل كده الموديل الفني بتاع الالتحاد سكندري بتاع اي فريق في الدنيا عمل كده الواقع متصورة واضحة المطش مزاع الدنيا كلها معروضة للجميع فهو انت لسه هتتكلم في ايه لسه هتحقق معاه في ايه يعني هتقوله ايه بجد هتشوف حالته المزاجية الراجل ممكن يبقى كان موضو مقريف زعلان اليوم ده فممكن خلاص مش مشكلة يا سيدي حصل خير المسامح كريم مش مشكلة انت كنت متضايق طب خلاص خلاص فاداك مش مشكلة خال بجد يعني الموضوع بجد مسير للضحك مسير للضحك انا مش عارفة انت لسه هتكلمه في ايه في الاتحاد تحقيف ايه تحقيف ايه بجد يعني يعني خاليا انا مش عايزة بقت تابع سياسة اصله لو كان مدرب الزمالك واصله لو كان مدرب مش عارفة مين لا 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 انا مش هكلمك بقى بلغة المظلومية دي خالص لا اطلاقا يعني ولا لغة انه المؤامرة ولا الكلام ده كله لا انا مش هتكلم بالطريقة دي بس هو يعني الصح معروف والغلط معروف فمش فهمة يعني لسه هتتكلم معاه في ايه او لسه هتقوله ايه طبعا حاجة غريبة جدا وحاجة فعلا انت تقف قدامها وتبقى مش فهم هو انا لسه ليه هجيب الراجل اعمل معه تحقيق بس تمام يعني من ضمن بس ده يخليني دايما ابقى وعفة بقول هو ليه اتحاد السلة دايما بيكون قراراته غريبة وخاصة لو الموضوع ده مع الزمالك او مع اي نادي تاني ما كانش هيبقى نفس القرار وعلى فكرة اللي انا بتكلمه ده ده مش نوع من ان انا حسب المظلومية وانه لا انتوا جايين علينا جامد ولا اصله نسيتوا قاقة ساشل ميديا نسيتوها لما مثلا ما شاء الله واحد قدمن في مليون بيج للنيدي الاهلي وفي نفس التوقيت بيج للصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة وعلى فكرة لو الكلام اللي احنا بنقوله غلط لو الكلام اللي احنا بنقوله مش صح بمنتهى البساطة انت ما كنتش هتجيب شركة ساشل ميديا تبقى مسؤولة عن الاتحاد المصري لكرة السلة عن الساشل ميديا للاتحاد المصري لكرة السلة لو انت شايف ان كلامنا غلط لو انت شايف ان احنا ما عندناش حق ما كنتش هتجيب شركة علشان تتولى مهمة الساشل ميديا للاتحاد المصري لكرة السلة ولكن بعد كم وقعة بقى بعد 4-5 وقعات قررت انك تستغنى عن أدمن بيجات النادي الاهلي اللي في نفس الوقت وعلى فكرة مش الفكرة انه قد من بيجات النادي الاهلي لا وحتى لو قد من بيجات النادي الزمالك ده ظلم مش طبيعي مش طبيعي الراجل مرة يبقى قاصد مرة يبقى مرة نبقى روحين كس العلم للأندية وهو لما نخسر من فريق من برق كرة خالص يعني مش من برق كرة خالص نخسر منه يقول لك لا بس قده أداء جيد وماشاء الله يعجبينه جدا الفريق اللي كان بيلعب الزمالك ده انت الاتحاد المصر لكرة السلة غير مرتين تلاتة غير مش عارفة سمام أمان دفاع ايه واي كلام اي كلام وعدم مهنية وتهريج واحد كتير 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 من قبل الشخص ده على البيج الرسمية الاتحاد المصر لكرة السلة يعني انا تخيل مثلا ان انا ابقى احدا بتفرج او عاملة فولو مثلا للبيج الرسمية الاتحاد المصر لكرة السلة وفجأة لاقي مش عارفة فيه مين فاز بتصويت سمام أمان دفاع النادي الأهلي فيعني ما انا عارفة والله انه حمزي فاتحي انا مش عايزة اقول يا سيدي مخنوقة مش عايزة اقول فيعني السمام أمان النادي الأهلي دفاع أمان النادي الأهلي ايه يا جمان ايه ماهو ده نتيجة انه حضرتك بتشتغل في مليون بيج بتجي أهلي وبتجات للأهلي وبتجي للتحاد المصر لكرة السلة طيب تعالى لايه الواقعة بتاعت امبارح المدرب كانت عدم الله العظيم لو المدرب ده في نادي الزمال كانت عدم وتنفى واحتمالت سجن علشان علشان عمل اللي حصل امبارح اللي هو كان غير لائق بالمرة غير لائق غير لائق ان احنا نشوفه في الملاحب المصرية مش طبيعي يعني طب انت كنت تستني ايه او بجد انا نفسي حضر التحقيق ده يعني نفسي اروح اشارك او اتفرج من هقوله والله والله انا مش هعمل حاجة مش هعمل صوت هتفرج من بعيد انا عايزة اتفرج من بعيد واشوف هو التحقيق ده هيتقال في ايه يعني بجد انت هتقوله ايه التحقيق هتقوله ايه هيقولك وصلا والله انا كنت مقريف اليوم ده زعلان مخنوق كده اي موزي مش ظابط فانا يعني انا اسف فجد هتقوله ايه التحقيق لسه هتحقيق معي انا تخيلت مثلا ايقافوا 3 ا4 مطشاط ايقافوا 3 ا4 شهور لا لا تخيلت واعقوبة يعني تخيلت ان احنا نصحى الصبح على عقوبة يعني غير مسبوقة على قد الحدث هي مش غير مسبوقة ده اي كلام ده على قد الحدث ده على قد الموضوع يعني طب ماشي يا سيدي الجمهور الاهلي هياخد غرامة 30 ألف والزمالك 20 ألف وهيصلحوا التلافيات اللي حصلت في الصالة طب ماشي انا ان انا شايف انه برضو ده يعني جمهور زمالك وحصلش منه حاجة بس تمام انا ماشي معك للاخر بقى خلاص وان الناس دي هتتحرم من انها تحضر الموشاط لمدة 3 شهور بالاتفاق مع شركة تسكارت طب زي الفول ماشي جميل حلوة قوي طب المدرب طب ما احنا عملين نلف وندور ونرجع للمدير الفني ومعروف انه اوغاستي ليه اكتر من وقعة اوغاستي مش اول وقعة يحصل فيها كده طب بلاش اوغاستي من الكواليس كده كان ليه وقعة جوه النادي الاهلي والموضوع ده يعني اتكتم عليه وانه هو الناس بدأوا انه هم يعني يداروا الموضوع وحقهم انا اللي بيحصل جوه النادية مش بحتاج ان الناس تعرفوا برا تمام فيش مشكلة لكن هو مرة نزل وضرب مدير فني جوه النادي الاهلي جوه صالة النادي الاهلي يعني يعني تخيل البيت بيت ابونا والغرب يجوا يضربونا بجد مش يكرشونا بقى الغرب ويجوا يضربونا يعني اوغاستي اصلا معروف انه شخص عصبي ودايما بيتلفظ معروف اوغاستي معروف عشان بس الموضوع يعني كل الناس اللي عارفة او في مجال كرة السلة بما فيهم الاتحاد المصري لكرة السلة عارفين وقريبين جدا من كل الاحداث وعارفين ان مش دي اول وقع الاوغاستي مش اول وقع اوغاستي في مرة نزل جوه صالة النادي الاهلي وضرب مدير فني جوه النادي الاهلي مدير فني كرة سلة بدون ذكر اسماء ولا اعمار ولا اي حاجة وضرب مدير فني جوه النادي الاهلي وهو اللي تطول على المدرب جوه النادي الاهلي والواقع دي اتكتم عليها انتو احرار حقوقوا ودي حاجة انا احترمها انه محدش عرفها لحد دلوقت حقوك انكو تكتمتوا على ده وان انتو جوا بعضيكو واسرة جوا النادي الاهلي انتو احرار حقك حقك بس انا النهاردة باستعين بيها انا عفهم سمين من ساعة ما حصلت وعلى فكرة حصلها من شهور يعني واول مرة استعين بيها عشان اقول انه بش دي اول واقع الاوجاستي هو معروف انه بيتلفز ومعروف انه شخص عصبي ومعروف انه بيمدي ايده ومعروف انه ايده سبقى دايما وبينفعل وبيتعصب وبيدخل في مشدات وخناقات مع الناس جوا النادي الاهلي وبرى النادي الاهلي ومع الناس واستفزاز وكلامه ومش اول واقع لي ومش اول مرة ويتلفز ومش عارفة ايه يعني كله يقول لك كابتن مرعي طبعا كابتن مرعي عصبي عصبي بس يعني جب لي لفظ واحد قاله كلنا بنقعد نقول في التايم قوت ويا لهوي واللي كابتن مرعي بيعمله وعصبيته وطريقته مع اللعيبة وويوي جب لي لفظ الراجل هو ادقه كده انفعالي وطريقته لكن جب لي لفظ جب لي ايماء غلط جب لي حركة غلط مش هتلاقي مش هتلاقي ده راجل محترم هو راجل محترم جدا 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 هو انفعالي بقى يعني زي ما بيقولوا كده اوفر اكتنج يعني هو هو ري اكشناته زيادة شوية على قد انفعاله هو كوتش كده دي طريقته في الكاتشنا لكن جب لي لفظ واحد مرة تلفظه لكن اجازتي معروف من وهو في نادي الزمالك على فكرة انه هو بيتلفظ وانه هو عصبي وانه هو بيغلط وانه هو وانه هو خلاص جوه التمرين جوه ناديك عيش حياتك خلاص منك للنادي بقى ومنك لإدارة النادي ومنك لكل الأندية اللي انت اتعملت فيها عصبية جوه الملعب عصبية جوه التمرين مين مدرب يعني وبيشتمش جوه التمرين ولا جوه وصلته ولا جوه اي حاجة ولا جوه الوحدة التدريبات بتاعت تمام فيش مشكلة خلاص بس انا النهاردة بتتكلم انك انت رايح بتشتم جمهور وبتعمل حركات غير لائقة بالمرة فانت ازاي ازاي الموضوع اما لو وليه احنا دايما دايما يعني مش عارفة مين بعد الماتش اتوقف سبعين ألف مباراة ليه عمع خلاص هو الحاكم طلع التقرير بتاعه وانتهينا ومرقب المباراة والموضوع خلصان ومتستف يعني طب حاولوا تحيي تكلم معاه طب افهم طب اي حاجة لا 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 فيهاش ما فيهاش الموضوع خلصان مرقب المباراة قال انه قتل واحد في الملعب خلصت ما فيهاش طب شمعنا ده مرقب المباراة ما تكلمش مرقب المباراة ما كتبش التقرير بتاعه ليه على طول كده واخلصنا والراجل ده ثلاث ماتشات عشر ماتشات ست شهور ثلاث شهور ايا كان ايا كان ولا انت خايف توقفه قبل ماتش النهائي ايه الاسباب يعني ايه الاسباب مش عايزة تتبع سياسة انه ازاي من التحاد السلة بيجي على الزمالك وبيجي مش لا 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 هو بعيدا عن ييجي على مين وضد مين دي مش قضيتي دلوقتي انا بتكلم في الصح والغلط ازاي ازاي يعني يعني طول الوقت دايما نطلع بعد الماتشات سيقولك خلصانة مراقب المباركة طب تقريره وانت هنا ما فيهاش طب كنت تسمعه طب كنت تتكلم معاه طب بس كان عايز يقول يقول ايه يقول ايه ده موت واحد ده خلاص ده شتم الحكم عالجمهور عالمدير الفني عالجهاز الطبي ده مجرم ده مجرم ده عمل عميل يعني مفيش حد ممكن يعملها لكن ده لأ يعني بكل اللي حصل مبارك واللي مصر كلها شافته في المباراة وكل الاحداث ومش اول وقع الاغستي وعلى فكرة اغستي اغستي واحد اغستي واحد بقولك ايه لو كابتن مرعي عمل كده وقفه اهو عشان بس ما حدش يتكلم انه لو كابتن مرعي في مباراة عمل كده اوقفه اوقفه ما تستناش عليه انا بقولك اهو لما يبقى فيه موقف زي كده دبح دبح يعني وقف يعني خد قرارات حاسمة ما فيهاش ما فيهاش ده يعني الواقع متصورة الصوت وصورة ومتعادة ومتشافة وكله شافها يعني الموضوع مش محتاج مش محتاج اصلا ليه سافهم هتجيبوا للتحاد تقوله ايه واندمي عشان خطري لما يحصل تحقيق رجاء الى الاتحاد المصري لكرة السلة جبوني اتفرج هاف عيد والله مش هعمل صوت هاف من بره كده لو هي قوضة ازاز هاف من بره والله هتفرج مش هعمل صوت يعني هافهم بس والتحقيق هيبقى شكله ايه هيبقى عامل ازاي والله ما عارف ده تفكروا معنا كده يا جماعة والله لو عارف من قبل الحلقة كنا عملنا سؤال يا طرى التحقيق مع اوجوستي هيحصل في ايه هيقولوله ايه يعني نفكر كده مع بعض والله يا شباب ليه ما فكرتوش في الموضوع ده نعمل سؤال كده نسأل هو الاتحاد لما يجي يحقق مع اوجوستي هيقوله ايه يا ده احنا كنا هنلاقي حاجات كتير والله ولطيفة وقاميكس كده وحاجات زي الفل والله ممكن الاتحاد يستعين بيها لا يعني حاجة فعلا والله بعيدا يعني زي ما بيقولوا كده شر البلية ما يضحك يعني احنا النهار ده بندحك علشان فعلا انت مش بصدق مش بصدق مش بصدق انه انه كم القرارات قاعدة تفرج عليها هي برضو فيها حاجات كتير يعني يعني النهار ده عشرين ألف جنيه على نادي الزمالك وتحمل ناديين ممكن يبقى واحد ولا اتنين من جمهور الزمالك مسلا هنغلط فخدوا العطل في الباطل فكله اتخذ مع بعض وفجابوا عليهم عشرين ألف جنيه أصنات الزمالك ناقص كمان يدفع عشرين ألف جنيه ويصلح الصالة كمان يعني النهار زمالك كان ناقصه كمان الكلام ده ماشي خلاص بس وجوزتي الموضوع كبير نبي نداء الى الاتحاد المصري لكوريسل هاجه اتفرج على التحقيق لو سبحت طبعا انا ما اقدرش يعني ان انا اتدخل في الشؤون دي اجه اتفرج واشي عامل صوت يعني هعود لواحد كده وهعودش اتكلم وهفهم بس هتكلموه يعني مثلا كنت واكل أكلة تقيلة فمزهقاك مثلا مضيق خلقك زعلان زهقان مثلا كان فيه دبانة مع دياما قدامك وقتها فدايقتك فهي اللي عصابتك خرجتك عن شعورك يا ترى ايه اللي ممكن يكون حصل عشان اوغوستي يعمل كده بس تمام احنا برضو بنحبش نزل بحد يعني الاتحاد المصر الكوريسل قال لك احنا بنحبش نزل بحد اصلي ممكن في اسبانيا الحاجات اللي هو عملها او الالفاظ دي عادي يعني مش عارف بحاول افكر والله بحاول افكر عشان رايح الجماهير المستفزة يعني بحاول افكر مع الجماهير عشان هشوف الجماهير دي مثلا حاولنا رايحهم قصومهم مستفزين جدا من اللي بيحصل يعني لسه هتعمل تحقيق يعني ماشي مش عايزين نظلمه برضو مش عايزين نظلمه يمكن الراجل كان عنده ظروف اسرية مثلا دايقته فخلاص خلاص يا جوستي ولا يهمك يا عم انت انت كنت بتدايق يعني انت وانت نزل من البيت كنت بتدايق النهاردة هقول له ما كنتش في الموت بصراحة خلاص يا عم المسامح كريم يعني يا فيه ايه فيه ايه يعني يا اخر الدنيا مسامح كريم يا سيدي ولا يهمك خلاص حصل خير انا حسن التحقيق هيخلاص على كده وديت بقى كارثة كارثة بجد يعني انا انا بشيد بيكم في حاجات كتيرة جدا عشان بس ما نبقاش بنتعامل بمبدأ انه عاش الملك مات الملك او نهد المعبد على اللي فيه لأ ليكم ايجابياتكم كالتحاد حدش يقدر ينكرها بس بجد الموضوع ده لو مر مرور الكرام بجد انت هتلاقي لعيبة و و و و و مديرين فنيين بيعملوا اكتر من كده مليون مرة ما انا النهار ده لما لاقي مدرب اجنبي جاي من برة بيعمل كده وانا ما عقبتوش طيب وشبعنا انا مشبعنا انا ما عملتش كده ولا هي عودة الخواجة ولا هي على حسب المزاج ولا هي بتمشي ازاي اللي حصل ما يصحش واللي حصل لازم يبقى فيه قرار من الاول مرائب المباراة يبقى كاتب تقريره وت وتراجع التقرير انا ما بقولكش مرائب المباراة يصدر قرارات فردية يعني ما هيرجعلك يرجع لسيادتك وبعد ما يرجع لحضراتكم تبدأوا لما تطلع بالبيان تقول لي البيان نص على كذا طب انت على بناء على اساس ايه يعني او على اساس ايه صدرت 30 ألف جنيه و20 ألف جنيه من غير ما تحقق شمعنا دي يعني شمعنا دي ما حققتش فيها وان النديني يتحملوا تكاليف مسبقا انا هنا بتكلم عني وعن الاهلي اهو طب ليه ما حققتش يعني عرفت من ايه عرفت مش يمكن مثلا الحاجات التلافيات الكراسي ولا الحاجات دي كانت بايزة من الاول مش هو ما اللي بوازوها مثلا يعني طب ده مش يحتاج تحقيق هو كمان ولاش معنى ده اللي تم اصداره بسرعك الفلوس ايه ما عندنا في الفلوس ما عندناش ياما ارحميني هنطلع فلوس على طول انت 30 وانت 20 ويلا بينا في الفلوس خلاص احنا عارفين كويس قوي هنعمل ايه زي رسوم قيد المحترف كده عارفين احنا مكررين وعارفين كويس قوي احنا بنعمل ايه في الفلوس لكن لما تجي تكلمني عن انه اصلا هحقق مع او جسدي طب ومحققتش ليه في وقت ال 20 وال 30 الف جنيه وتحمل النديين للتكلفة اشمعنا دي يعني اشمعنا دي اللي ما طلبتش فيها تحقيق يا جماعة خلوا المعيار ثابت بقى ارحمونا بجد ارحمونا الاتحادات المحلية والافريقية المعيار ثابت بقى عشان خطر ربنا بقى عشان خطر الرياضة بقى تقوم لها قومة ما تخلوا المعيار ثابت هو ليه المعيار متغير هو ليه في عز التفرة الانشائية والتفرة الرياضية وبجد يعني عصر ازدهار الرياضة وكل المجالات اللي احنا بنقيسه تحت القيادة السياسية وتوفير القيادة السياسية لكل الكلام ده ليه لازم عندنا في كل مؤسسة كده حاجة بتحصل غريبة ليه ليه عشان ايه يعني ليه التصرفات فردية دايما بتضيع الشكل الحل ليه ما ترحمونا بقى بجد ما ترحمونا يعني الموضوع مستفز مرة سوش الميديا قاعدين بيروشوا ومرة تحقيق وما تحقيق انت لسه هتحق معاه هتكلمه في ايه يعني الموضوع بجد مستفز جدا فطبعا خلينا نشوف يعني انا بجد مش شايفة ان انا محتاجة هستنى ناتيجة التحقيق لان كده الموضوع من بدايته فيه زي ما بيقولوا كده انت ما فيش حسب يعني الموضوع ما فيهوش حسب فيعني انا مش بستنى ناتيجة التحقيق لانه حسة ان انت قدام بدأت بالشكل ده يبقى القرار هيبقى غير مرضي حقيق القرار هيبقى غير مرضي انا بقول لك هوا من قبل ما القرار يطلع يعني خلينا نشوف كده يا جماعة والنبي لما يبقى احنا عندنا طفرة في الرياضة بالشكل ده وازدهار وبنية تحتية وكل القيادة السياسية بتحاول توفروا لحضراتكم على مستوى الرياضة المحلية والافريقية والعالمية وبتطلعكم معسكرات ووفر لكم صلاة واستضافة بطولات بلاش بقى التصرفات الفردية اللي كانت موجودة على الشاشة مبارح دي وبتصدر صورة وياريته مصري فنقول لا ده يتعاقب وانت زي كده مش خايف على بلدك ومش خايف انك تصدر صورة سيئة للرياضة المصرية فقز كل المجودات اللي بنعملها وواحد دي جي يحط طرابه ويبوز الصورة ده واحد أجنبي وجاي بووزني الصورة طب ليه ليه يعني عشان ايه يعني ليه معلطول قرار حاسم علشان لما يقض في المدرجات ست ماتشات ولا عشر ماتشات يعرف ان الله حق يعرف ان هي مش سايبة يعني لكن هنطبطب عليه المرات دي والمرة الجاية واصلوا أجنبي واصلوا ضيفنا ايه يعني ايه المسخرة دي يعني خلينا نشوف الدنيا هتوصل لحد فين طيب خلينا نتكلم عن فريق الكرة الفائرة بنيدي الزمالك اللي حقيقة عاملين بصراحة عظماء رغم الصعوبات طبعا اللي بتقابلهم ولكن الفريق الاول ما شاء الله حق العلامة الكاملة بعد مرور اربع جوالات والتصدر جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد اتناشر نقطة ومش بس فريق الرجال فريق البنات برضو قدروا انهم يفوزوا في اول تلات جوالات من الدوري وتصدروا هم كمان جدول الترتيب مناسبة مع نبي الاهلي برصيد تسع نقاط بعد الفوز على ودي دجلة ده نتيجة تلاتة سفر والفوز على الظهور بنتيجة تلاتة واحد والفوز على الاتحاد امبارح بنتيجة تلاتة سفر ده طبعا غير فرق الناشئين كل التوفيق ليهم طبعا والاحترام والتقدير خلينا نشوف التقرير ده ومنه الفاصل ونرجع لكم الحلقة تواصل الكرة الطائرة الزملكاوية على كافة المستويات انتصاراتها في مسابقة دور مرتبط في خطوة نحو الحفاظ على اللقاب الذي حققه فرسان ميت عقباء الموسم الماضي بينما يسعى فريق السيدات الى استعادة الامجاد من جديد وبعد مرور اربع جولات تصدر فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد اثنتين عشر نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز في الجولة الاولى على الاعلاميين بنتيجة 3 صفر ثم الفوز في الجولة الثانية على فريق استرني كومباني بنتيجة 3 صفر ايضا ثم الانتصار على دولفي بنتيجة 3 صفر ووصل فرسان ميت عقباء الانتصارات بالفوز على المينيا بنفس النتيجة في المقابل حقق فريق مرتبط الرجال تحت خمسة عشر عاما الفوز في كل المباريات اما فريق سيدات كرة الطائرة بنادي الزمالك فحافظ هو الاخر على سلسلة الانتصارات بعد الفوز في الجولات الثلاث الماضية ليتصدر هو الاخر جدول الترتيب مناصفة مع الاهلي برصيد تسعة نقاط بالفوز على وادي ديجلا في الجولة الاولى بنتيجة 3 صفر ثم الفوز على الزهور بنتيجة 3 واحد قبل الفوز على الاتحاد امس بنتيجة 3 صفر في حين حقق فريق مرتبط السيدات تحت 14 عاما الفوز في المباريات الثلاثة ايضا رغم ان المشوار ما زال طويلا للوصول الى منصات التتويج الى ان البداية القوية تمنح فرسان الزمالك قوة وتوجه رسالة للجميع ان البطل جاهز للدفاع عن لقبه واستعادة امجاد الاجيال الذهبية للكرة الطائرة المصرية قرعة تكهأس مصر لكرة طائرة للموسم الحالي اصفرت عن مواجهات قوية لفريق الزمالك واللي هيلعب في دور الثلاثة وعشرين مع الفائز من مباراة بيونيرز والحوار يوم سبعتاشر دور الثلاثين بعتذر طبعا زي ما بقول لحضراتكم في ديسمبر اللي جاي على صالة نادي الزمالك القرعة اوقعت في طريق الزمالك طبعا عدد من الفرق القوية زي سموحة والاتحاد السكندري وسبورتينج وطلاقع الجيش زي ما عارفين طبعا فريقنا حامل اللقب من الموسم اللي فات وان شاء الله يقدر يحتفظ باللقب كمان قرعة كأس مصر اللي اتعملت لها السيدات لكرة الطائرة اتعملت النهاردة ايضا واصفرت عن مواجهة سيدات الزمالك في دور الستاشر بقى مش دور الاثنين وتلاتين مع الفائز من مباراة ديلفي والمعادي واللي لسه هيتحدد معتها لاحقا يبقى زي ما قلنا قرعة كأس مصر لكرة الطائرة للرجال دور الاثنين وتلاتين هتكون مع الفائز من باونيرز والحوار يوم سبعة تاشر ديسمبر اللي جاي ان شاء الله وفي طريق الزمالك الفرق اللي موجودة في طريق الزمالك اللي واعت فيه القرعة سموحة للتحسك هندري سبورتينج طلايع الجيش فرق برضو صعبة مش سهلة بالتأكيد لسه مكاملين مع الفريق الاول بين ايدي الزمالك بقيادة كابتن شريف الشميري واللي هيبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة بكرة ان شاء الله بعد العودة من الراحة السلبية اللي اخدها الفريق النهاردة الجهاز الفني منح اللاعبين راحة النهاردة بعد العودة من المينيا امبارح والفوز على فريق المينيا بنتيجة 3-0 الفريق هيلعب معها سموحة يوم الثلاثة اللي جاي على صالة النادي ان شاء الله عما عن الفريق الاول كرة اطارة سيدات بنادي الزمالك بقيادة كابتن احمد فتحي هيرجع لها التدريبات بكرة ان شاء الله استعدادا لمواجهة 6 اكتوبر بالجولة الرابعة من الدولي فريق هيلع مع 6 اكتوبر على صالة نادي 6 اكتوبر يوم الاثنين اللي جاي الساعة 8 مساء الجهاز الفني طبعا كان منح اللاعبات راحة النهاردة بعد الفوز امبارح على الاتحاد السكندري بلتيجة 3-0 بعد ما خلصت اخبار الكرة التايرة خلينا نروح لأهم وابرز اخبار كرة السلة الجهاز الفني لا الفريق الاول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة كابتن احمد مرعي منح اللاعبين راحة سلبية بعد مباراة النادي الاهلي الفريق هيرجع بكرة للتدريبات على صالة النادي وبعد بكرة الاتنين هيتدرب على صالة حسن مصطفى وده استعدادا لمباراة الجزيرة على المركز التالت والرابع بدوري المرتبط ماتش الزهاب هيتلاعب يوم الثلاث والقياب هيتلاعب يوم الخميس والماتشين هيتلاعبوا على صالة حسن مصطفى ده يمكن اهم وابرز اخبار كرة السلة خلينا نروح لأهم وأبرز أخبار كرة اليد بعد ما خلصت أخبار طبعا هنروح بقى لأخبار كرة اليد والفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك حصل على راحة لمدة يومين وده بعد مباراة هوليليدو اللي الزمالك فز فيها بنتيجة 41 29 في المرحلة الأولى من دوري المحترفين الإسباني ماثيو جرال دع المدير الفني لكوماندوز إدى الفريق راحة خاصة أنه فيه خاصة يعني أنه فيه تسع لعبين متواجدين في التجمع الإسبوعي للمنتخب الأول أيام السبت والحد وما طبعا كريم هنداوي أكرم يسري عمر الوكيل بكار حسن قدح شدي خليل خالد وليد أحمد مؤمن عمر الفولي هشام صلاح الفريق هيرجع إن شاء الله للتدريبات يوم الاثنين بعد عودة اللعيبة الدوليين علشان تكتمل صفوف لحد موعد صفر لأسكندرية يوم الأربع اللي جاي وده استعدادة لمواجهتي الأولمبي واسموحة ضمن مؤجلات الدوري كمان الجهاز الفني بيتابع البرنامج العلاجي لقائد الفريق أحمد الأحمر بعد الإصابة اللي كان اتعرض لها في الأنكل طبعا لو خلنا بنا هنلاقي أنه ماتي وجلال ده إدى الفريق راحة يوم الأربع اللي فات إدىهم قبل مباراة الجيش بيوم وديه من فترة ما بتحصلش إن ده بيقولك عليها تمرين تلمطش يعني اللي بيأكد فيها الراجل شغله بيشتغل على الصغرات الدفاعية والهجومية بيأكد الشغل بتاعه الخطط بيشتغل على كل المستويات بقى ولكن الراجل فضل إن هو يديهم راحة قبل مباراة طلاقع الجيش واللي كانت مباراة بالتأكيد مش مريحة يعني مش سهل أنا قلت إن مباراة دايما الجيش فيها شدوا جذبوا مباراة طلاقع الجيش فيها شدوا جذبوا وفرقة بلغة الرياضة فيه فرق كتير في الملعب فلا فرقة بتستهلكك بدنيا كتير خلال المباراة بالتأكيد فالراجل فضل إن الناس ياخدوا راحة قبل المباراة وده يقولك إن هو كمدير فني عارف إن اللعبة دي بدنيا محملة محتاجة إنها تاخد الراحة دي هو قارب واحد للفريق وأكتر واحد دي فهم عننا بقى احتياجات الفريق إيه في التوقيت ده راجل كمان مش بس كده لا بعد مباراة هوليليدو إداهم كمان سبت وحد أجازة وهيرجع التمرين الاتنين برضو ده ما بيحصلش في الغالب يعني بيدي سبت بس أجازة لكن ده سبت وحد لإنه هو عايز اللعبة برضو تبقى مريح مش محملة بدنيا ليه لإنه أنا كل ما أحمل بدنيا كل ما اللعبة دي هتفقد تركيزها هتبقى عرضة للإصابات حاجات كثيرة راجل مش عايز يوصل للمرحلة دي أما عن فريق المرتبط ليد موليد 2004 في نبي أزامالك بيستعد لمواجهة سبورتينج في ربع نهائي كأس مصر واللي هتتلعب إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية في إسكندرية فريق المرتبط بقيادة كابتن هاني يوسري هياخد راحة بكرة إن شاء الله من التدريب وهيرجع يوم الاثنين إن شاء الله وهيتضرب طبعا لحد موعد السفر للإسكندرية يوم الخميس استعدادا زي ما قلنا لمواجهة سبورتينج اللي هتكون صعبة ومهمة جدا في مشوار الفريق ببطولة كأس مصر مباراة كأس مصر كلنا عارفين مباراة ملهاش كبير بتحتمل العديد والعديد من المفاجآت فالطبيعي إن انت بتبقى بتستعدلها بشكل كبير وبتلعب بمستواك ونازل مركز من أول ثانية لآخر ثانية أي اهدار للفرص خاصة في مباراة الكؤوس بيكلفك كتير مرتبط اليد مواليد 2004 كان فاز في دور ال-16 بالكاس على المعادي بنتيجة 37-24 يوم الأربع اللي فات على صالة النادي تمنياتنا ليهم بالتوفيق أيضا خلال مباراتهم مع سبورتينج في كأس مصر أما عن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك هتكتمل صفوفه إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي بعد انضمام اللاعبات الدوليات التلاتة مريم عمر صهيلة خالد صرايحي اللي عمله مشاركة محترمة جدا مع منتخب اليد في بطولة إفريقيا وأصلا منتخب اليد كله للسيدات أنا بقول لهم شابو وعملتوا اللي عليكم وصدقوني هيكون ليكم مكانة مختلفة جدا جدا على مستوى إفريقيا وهتعملوا مفاجأة جبيرة جدا في النسخة المقبلة من البطولة الإفريقية أنتوا أحرقتوا الكبار في البطولة دي أحرقتوا كل المنتخبات اللي مغابتش نسخة عن البطولة الإفريقية بعد غياب منتخب أول السيدات المصري من عشر سنوات أنتوا رحتوا وعملتوا اللي عليكم وأحرقتوا كل الفرق بالتأكيد ولكن قدر الله مشاء فعل تجربة مهمة جدا 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 وإن شاء الله اللي جاي أفضل أنتوا بنات على قدر المسئولية وتستهلوا أحسن حاجة في الدنيا إن شاء الله منتخب السيدات هرجع بكرة من سنغال وتم منح لعبات الزمالك راحا مدت ثلاثة يام وهنضموا بعديها للتدريبات يوم الأربع المقبل بإذن الله فريد السيدات أيضا بالكامل حصل على راحا من التدريبات بعد الماتشين الوديين اللي لعبهم الفريق مبارح وأول مبارح فاز على اتحاد الشرطة تلاتة واربعين وواحد وعشرين فرجت على المباراة دي بصراحة كانوا البنات عاملين مستويات هائلة جدا برغم غياب الدوليين ولكن زي ما بيقولوا كده في هاندبول أنت بتتفرج على هاندبول متمتع البنات بتلعب هاندبول حلوة قوي ولأ بجد عجبتني المباراة وعجبني أداءهم خلال المباراة بشكل كبير جدا سواء على مستوى حراسة المرمى أو على الدفاع أو على مستوى الهجوم حقيقي يعني كانت البنات المستوى اللي قدموه خلال المباراة والهاندبول والفنيات والمهارات أنا عجبني المباراة وطبعا فصهم أيضا على 6 أكتوبر بنتيجة 41-20 فريق طبعا يد السيدات هيستقنف التدريبات بكرة استعدادها لمواجهتين مركز الشباب شاشة الأنعام يوم الجمعة اللي جاية ونادي الجزيرة يوم السبت إن شاء الله دي يمكن أهم وأبرز الأخبار داخل نادي أزا مالك خلينا نروح لأهم وأبرز الأخبار خارج نادي أزا مالك ومن الاتحاد المصري للكرة الطائرة مجلس الإدارة برئاسة المهانسي سيسر أمر استقر على موعد إقامة الجولة المؤجلة من الدور التمهيدي الأول بالدوري الممتاز رجال واللي كان تم تأجلها لأجل غير مسمى اتحاد الكرة طائرة قرر إقامة منافسات الجولة التالتة يوم الثلاثة المقبل بإذن الله وكان من المقرر ختام الدور الأول من الدور التمهيدي الأول مباريات النهاردة على أن تعود المصابقة بمباريات الدور التاني من الدور التمهيدي الأول يوم 29 نوفمبر الجاري كمان اتحاد الطائرة استقر على موعد مؤجلات الجولة التانية من دوري السيدات واللي هتتلاعب يوم 5 ديسمبر اللي جاي اللي هي كان المفروض أمام النادي الأهلي وتم تأجلها أو تم تحديد خلاص المعاد هيكون يوم 5 ديسمبر اللي جاي واللي كانت الجولة بالكامل تأجلت مش مباراة الزمالك والأهلي فقط ولكن أنا المؤجلات كلها أو مؤجلات الجولة التانية دي بقت يوم 5 ديسمبر فإذن يعني احنا بنوعلن عن مطش الزمالك والأهلي لقراء الطائرة سيدات يوم 5 ديسمبر أما عن الاتحاد المصري لريشا الطائرة واللي أجرى انتخابات تكملية على مقعد رئيس الاتحاد واللي فاز به الدكتور علي حساب الله بعد حصد خمس أصوات من إجمالي تسع هيئات لها حق الحضور والتصويت مقابل أربع أصوات لهدية حسني حساب الله هيقود مجلس إدارة اتحاد ريشا الطائرة لحد نهاية دورة الألعاب الأولمبية القادمة عشرين أربعة وعشرين بالعاصمة الفرنسية باريس طبعا خليني بس هنا أقول حاجة خليني أبارك طبعا للدكتور علي حساب الله بعد حصده خمس أصوات بالتأكيد وكمان أقول هادي حسني هادي حسني مثال للمرأة الرياضية العظيمة عضو مجل الشعب النجمة من نجوم الريشا الطائرة أم لسه بقت أم من فترة بسيطة على المستوى الشخصي شخصية عظيمة جدا 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 فبقولها هارد لك وانت لسه صغيرة في السن يعني هادي حسني لسه مصلتش المنتصف التلاتينات فطبعا كل اللي هي بتعمله ده انجاز محترم جدا جدا نموذج مشرف جدا جدا للمرأة الرياضية المصرية وخسارتك في الانتخابات دي مش نهاية الدنيا وهنا والله انا ببارك طبعا لدكتور علي حساب الله الراجل ما عنديش اي مشكلة معايا ولكن يمكن هادي حسني عشان انا بشوف انها نموذج محترم جدا 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 للمرأة الرياضية المصرية فخليني اقول كارد لك من قلبي واصلا انت مخسرتيش يعني انت مخسرتيش انت ده فرق صوت فرق صوت فحقيقة انا شايفة ان كل الانجاز وكل اللي انت واصلا له لحد دلوقتي حقيقة حاجة مشرفة جدا جدا وحاجة للتاريخ التاريخ عمره ما ينسى هادي حسني على كل المستويات بالتأكيد فانا مش يعني بقولك هارد لك بس يصدقيني انت مخسرتيش انت حاجة مشرفة لنا كلنا بالتأكيد بنتشرف بيكي وبنفتخر بيكي لانك امرأة رياضية نكحة وعظيمة كلنا بنفتخر بيكي بالتأكيد طيب نروح للاعب منتخب مصر للملاكمة تميم نعيم اللي هيلعب بكرة ان شاء الله مباراة دور ربع النهائي مع بطل مع بطل ارلندا في منافسات وزن تحت 86 كيلو جرام في بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في اسبانيا تميم اتأهل لربع النهائي بعد فوزه على بطل ازربيجان في دور ال16 مصر طبعا بتشارك في البطولة ببعثة مكونة من خمس لعبين وهم عبدالله سعيد احمد هيكل محمد حسام تميم نعيم وعمر خالد وبيقود منتخب مصر شريف هزاع المدير الفني وبيترقس البعثة العميد احمد فاروق نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة كل التوفيق طبعا لا تميم خلال مشواره ان شاء الله من بطولة السهم الزهبي كمان اللي بينظمها الاتحاد المصري لا الكوس والسهم بنادي الصيد واللي بدأت مبارح وانتهت منافستها النهاردة نتائج اليوم الاول البطولة اصفرت عن فوز نادا عزام بالمركز الاول في عمومي السيدات وليلة تامر بالمركز الثاني ورؤية الزياد بالمركز الثالث وفي منافسات عمومي الرجال حصد علي عبدالبر المركز الاول وجي يوسف طلبة في المركز الثاني وبهاء علي في المركز الثالث كالتالي سيب حضراتكم طبعا شايفين معنا على الشاشة بالتأكيد اشتركوا في القناة نروح للاعب منتخب نصر لسلاح السيف احمد هشام اللي حقق انجاز كبير بعد فوزه بالمدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لسلاح السيف واللي بتتلاعب حاليا في تونس وفاز هشام على زياد نوفل بان نتيجة 15-11 في دور الـ 16 قبل ما يفوز على بطل رومانيا بان نفس النتيجة في ربع النهائي واحتل لأحمد هشام المركز الثالث بعد ما خسر من بطل اسبانيا علشان يحصد المدالية البرونزية اما عن بطلة التنس المصرية مايار شريف اللي بتنافس على جائزة افضل لعبة صعيدة في موسم التنس 2022 من اتحاد محترفات التنس ودي الجائزة اللي بيتم منحها في نهاية الموسم لللعب او اللعبة اللي بتحقق افضل ظهور لأول مرة طبعا او انجاز خلال الموسم مايار شريف قدرت انها تحقق خلال العام الجاري اربع القاب وهي لقب طبعا بطولة بارما الايطالية على حساب اليونانية ماريا سكاري والمصنفة السابعة كمان توجد بالقاب بطولة ماربيلا الاسبانية وكالرسو في المانيا في المانيا وكالينا في تشيلي البطلة المصرية قدرت ان هي تنهي الموسم ضمن افضل خمسين لعبة في التصنيف العالمي كمان البطلة التونسية انس جابر مرشحة لجائزة افضل لعبة لعبة تنس لموسم 22 شايف الخبر حاجة عظيمة جدا جدا بناتنا العرب بيحققوها طبعا ماريش ريف ولسه قدامها المشوار كبير وانس جابر اللي بتعمل عظمة غير طبيعية بعد ما حققت موسم رائع انس جابر واصبحت اول لعبة افريقية تصل لنهائي جران سلام في بطولة وامبلدون وكمان صعدت لنهائي بطولة امريكا المفتوحة حاجة يعني انا دايما لما بتكلم عن موسم شريف اللي لسه المستقبل قدامها وعمل انجاز غير مسبوء لتنس السيدات المصريات وايضا انس جابر اللي بتحقق بقى حاجة عظيمة لكرة التنس طبعا العربية بالنسبة للسيدات انجازات بقى غير مسبوقة بجد يعني حاجة منتهى العظمة بالتأكيد اما عن الاتحاد الدولي لكرة السلف اعلن النهاردة عن تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر عشرين اتنين وعشرين واللي شهد تواجد منتخب اسبانيا في صدارة الترسيب العالمي متفوق على الولايات المتحدة الامريكية منتخب اسبانيا انهى احتقار وسيطرت منتخب امريكا على صدارة التصنيف من امتى بقى من اتناشر سنة يعني الناس دي كانوا محتكرين من صدارة التصنيف العالمي من الفين وعشرة انت متخيل هو ده اللي بكلمك فيه ان بجد الرياضة بقاش لها كبير كل حاجة في الرياضة بقى فيها متغيرات كبيرة جدا جدا اما منتخب مصر طبعا لكرة السلة فجيه في المركز الخمسة وخمسين عالميا والتصدر منتخب نيجيريا قائمة المنتخبات الافريقية بالتصنيف محتلا المركز التسعتاشر ومنتخب تونس في المركز الاتنين وعشرين ومنتخب السنغال رقم 37 عالميا وانجولا 41 بعد ما خلصت اخبارنا عايز اقولك العيدة لكل قصة بطل ولكل بطل حكاية وبطل قصتنا النهاردة كابتن هشام شعبان واحد من اساطير كرة السلة الزملكوية والمصرية وبعدها هتكون خلصت اخبارنا ونطلع لفاصل بعد التقرير ونستقبل كابتن صلاح عطالله لاعب منتخب مصر لكرة طائرة جلوس وحديث مطول بالتأكيد والنص التاني بقى من قصة الكفاح بالتأكيد هنتكلم معاه في امور كتيرة جدا جدا عبطال التحدي والارادة والطاقة الايجابية والناس اللي لغية من كل قمصها زي ما قلنا كل الكلمات اللي هي محبطة دي بتاعتمستحيل ما قدرش ما عرفش كل الكلام ده الناس لغينوا من قمصهم بالتأكيد ولكن كل الحاجات الحلوة دي هتكون بعد التقرير ومنه الفاصل بعدين استقبل ضفناء استنونا عملاق سلة الزمالك الهادئ واحدا من أساطير ونجوم كورة السلة في الجيل الدهبي لقلعة البطولات ابن مدينة بورسعيد الباسلة اللي عشق التيشرت الأبيض فبقى واحد من أساطيره هو هشام شعبان عملاق كورة السلة السابق بالزمالك واللي استحق أن يكون بطل قصتنا في ملوك الصلاة هشام شعبان اللي اتولد في مدينة بورسعيد سنة 1963 داخل عائلة تعشق الرياضة وابتدى مشواره بممارسة كورة اليد والطيرة والتنس وبعدها هجرت عائلته إلى الشرقية بسبب الحرب نهاية الستينات وهناك حب كورة السلة ولعب في نادي الزأزي وبعدها عادت أسرته البورسعيد علشان يكمل مشواره مع لعبة العمالقة وهو عنده 12 سنة في نادي بورسعيد والمصري والجمارك العملاق الهادئ زي ما كانوا بيسموه خطط الأنظار مع منتخب الشباب وبعدها انضم للزمالك سنة 1984 علشان تبتدي سكة النجومية ويعرف طريق البطولات والإنجازات داخل قلعة ميت عقبة بطل قصتنا عاصر مدربين كتير في سلة الزمالك أبرزهم كابتن عادل صبري والأسطورة الدكتور إسماعيل سليم ونبيل الصناديلي وغيرهم من المدربين العظماء في تاريخ قلعة البطولات هشام شعبان حقق عدد كبير من البطولات مع الزمالك منها الدوري مرتين وكاس مصر زيهم كمان وحقق ثنائية الدوري والكاس سنة 1990 بالتيشرت الأبيض ده غير بطولات كتير لمنطقة القاهرة والجيزة وشارك مع عمالقة الزمالك في البطولة العربية للأندية أكتر من مرة لكن الإصابة في الركبة حرمته من استكمال مشواره في بداية التسعينات علشان يكتب السطر الأخير داخل الصلاة ومع المنتخب كان هشام شعبان واحد من عمالقة الفراعنة وشارك مع منتخب الشباب في بطولة إفريقيا أكتر من مرة ومع المنتخب الأول في بطولة إفريقيا أربع مرات والبطولة العربية مرتين وكاس العالم وكانت مشاركة نجم الزمالك في أولمبياد سول سنة 1988 هي الأهم في مشوار العملاق الهادئ وحقق جيزة أحسن لاعب عربي في الدورة الأولمبية بطل قصتنا ما اكتفاش بالبطولات والألقاب مع نادي الزمالك ده كمان حقق ألقاب وجوائز فردية منها اختياره ضمن منتخب إفريقيا مرتين وأحسن لاعب في مصر وهداف البطولة العربية وكمان هداف الدور المصري مرتين وبعد الاعتزال بسبب الإصابة قرر هشام شعبان مواصلة المشوار مع لعبة العمالقة واتجه للتدريب وكانت بدايته في منصب المدرب العام لفريق الشباب بنادي أهل دبي وبعدها مع نادي بني ياسي الإماراتي قبل ما يرجع لبيته نادي الزمالك ويتولى تدريب فريق الناشئين سنة 1995 وكمان درب نادي الزهور وخاض كمان عدد من التجارب التدريبية مع بعض الفرق العربية والمصرية إنجازات وبطولات كابتن هشام شعبان هتفضل محفورة في وجدان جماهير الزمالك وهيفضل واحد من أساطير ونجوم لعبة العمالقة في قلعة البطولات وبطل من أبطال كورة السلة الزمالكاوية على مر العصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونسيت بقى أكمل النص الحل لكابتن نادية فكري اللي كانت طبعا صاحبة الإنجازات المحترمة والمداريات الأولمبية والإفرقية يعني حاجة عظيمة جدا واللي كانت قد إيه بتتكلم عن حضرتك وعن وقوفك جنبها وعن وسندتك ليها وعن إنك خير السند ليها حقيقة دي كابتن نادية دي كابتن بتاعي أقدم مني أنا بفكرة إياك كابتن في البيت إنت عايزت تكبرها بقى لا لا تلعى مرأسة إياك كابتن بتاعتي إياك كابتن بتاعتي وربنا يخليها يا رب يا رب ويخليكم البعض ويباركلكم في بعض طبعا في البداية أنا برحب بيك على قناة نادي الزمالك نورنا وشرفنا وأنا سعيد جدا أن أنا بحضرتك وفي قناة نادي الزمالك أشكرك وأنا دايما أنتو بالنسبة لنا الأبطال أنتو بالنسبة لنا القدوة أنتو بالنسبة لنا النماذج المشارفة اللي بنقتضي بيها علشان نتعلم الدنيا دي أنه مفيش حاجة اسمها مستحيل أن كل حاجة ممكن مفيش حاجة اسمها مستحيل كل الحاجات دي ملغية من القموس عندكو بالتأكيد قبل ما نتكلم بقى عن البطولات والإنجازات اللي هي مواشا الله اللهم بارك يعني عايزة أتكلم مع حضرتك عن بدايتك مع أنك تلعب الكرة الطائرة الموضوع جيت إزاي البداية كانت إزاي مين قالك أنت هيكلك مستقبل كبير كل الكواليس الحلوة دي عايزة عرف من البداية خالص لأنا بدايتي كانت تنس طاولة وأنا كنت متخالي لأنا راح أكسر الدنيا فأول ما رحت نادي للتحاد في القاهرة فروحت للكابة من صلاح الله رحمه وقلت لنا عزة لعب تنس طاولة فأول ما دخلت حضرتك هو من أول شوت واحد بس قال له خش لعب طايرة ما الجيش ناحة تنس طاولة خالص دي كانت سنة 93 السنة اللي لعبت فيها طايرة اللي دخلت فيها طايرة اللي لعبت فيها دوري بس ما لعبتش يعني عبال ما تعلمت وعبال من ساعتها من من 2 إلى 93 إغاية منعات بحضرتك كانوا عبال ما مسلوا كلها الطايرة فكابتن صلاح هو اللي كان شايف اللي أنا لازما ألعب طايرة لأنه كان بيعمل فريق جديد وكلنا كنا سن واحد فابتديت بقى عدت حوالي 8 سنين بقى نادي للتحدي كان عندك كم سنة وقتها يكابت؟ كان عندي 22 سنة 22 سنة واستمرت بقى في نادي للتحدي عدت 8 سنين فيه وكان بقى عنا لعيب هو ده كان اسم ناصر سعد هو كابتن كان من سننا بس اللاعب قلمبياد برشلونا وكان لعب موهوب جدا وده اللي بصراحة اللي كان ليه دور بعين من رغم أنه من سني أو أكبر مني بسنة لكن ليه الفضل برضو اللي كان بيعلمني البجر والصوابع وعض إزاي وكان ليه الفضل علي في بداية حياتي وأنا في نادي الاتحاد بعد كده انتقلت بقى الكذا نادي يعني انتقلت النادي الإيمان بالقاهرة برضو قعدت فيه سنتين ده من نادي الإيمان دخلت منتخب مصر وبعد كده انتقلت النادي الجمارك قعدت فيه مسلمين لكن اللقلة الكبيرة بقى اللي في حياتي كلها بقى اللي دلوقتي داخل 19 سنة في نادي الحرية في برسعيد ده عمري تاني ده بقى انت أصلا من برسعيد؟ لا أنا قاهرة بس النادي ده من المؤسسين التحدي الأعاقة في مصر كلها من القاندي السنة دي بالضبط 19 سنة في النادي ده أنا وزميلي عشان صلاح كابتن منتخب وحن بنى عشان صلاح حققنا إنجازات في النادي دولية ومحلية وعربية في خلال النادي ده صحيح كابتن صلاح امتى 28 بطولة صح كده؟ ماشاء الله اللهم بارك طي عرفت امتى يا كابتن انك هتكون بطل في اللعبة دي؟ يعني حد قالك والله يبص انت انت هيكون لك شأن كبير جدا انت هتبقى بطل في اللعبة دي وبدأت تدخل مثلا بطولة او بطولتين فده تحس لأ أنا الموضوع واضح ان حلمي هيتحقق في اللعبة دي البداية كانت في نادي الاتحاد ده كان فيه يعني عناصر كتيرة جدا كننا سن واحد بس كابتن صلاح الدول الله يرحمه هو اللي قال لي انت هتبقى لعب كويس كابتن صلاح؟ اه كابتن صلاح الله يرحمه ده ده الاب الروح بتاعنا في الاندي أوضأ أكتر حد كان ما امن بموهبتك يعني قال لي انت لازم ان تلعب طائرة انت تبقى لعب طائرة هتبقى لعب كويس بس لازم ان تلتزم اسمب ألكش دغب أي حاجة خالص لازم ان تكون ملتزم وربنا هيكرمك الكلمة دي حطيتها في الناغل لا باش انا عايد طائرة بقى المساعدة الزمال اللي بقى انه عايز اه يعني طالما انا عايز وبربنا هيكرم صحيح لكن حتة اللي أنا عايز زي لعيب مثلا عايز يخشه منتخب اسم لعبت دولي وخلاص ويشارك ده بيبقى عمر قصير في المنطقة أنا عايز لعيب كويس عايز يبقى ليه ضر في حياتي الرياضية فده اللي خدنا أنا أكمل والأنديها كلها اللي أنا لعبتها الحمد لله فركبت من صراحة اللي الفضل علي بأمانة ربنا لأنه هو اللي شافنا قال لي أنت هتبقى لعب كويس وما تسيبش الطائرة دي خالص فمن ساعتها بقى وأنا متمسك بالكلمة دي بتاعت وأنا الحمد لله هيغد الوقت أول بطولة دخلتها بقى أول بطولة دخلتها دولية يعني سواء كل بطولات المحلية أول بطولة دولية دخلتها وحسيت إيه ده لأ أنا دخلت في موضوع احترافي شوية أنا حكيت لك كسة كده حضرتك أنا أول ثلاث بطولات في حياتي معسكرات منتخب مصر أنا كان المعسكر بتاعنا في تحدي الشرطة مع العمد كابتن منصر محمد دي ده الأب روح بتاعنا في كرة الطائرة فكانت زمالي والله زي ما بقول حد كده كان يخرج من بابة اتحاد الشرطة يروحوا المطار وأنا كنت روح البيت لأعود غاد أخر المعسكر بس ما قلش بالظلم لأن كان فيه ناس أحسن مني وقدت يضموني المنتخب تاني ويحصل نفس الموضوع ما كانش ظلم لأن فيه ناس كانت أحسن مني غاية تم عفرت وكانت أول مشاركة ليا شوفت جمال يعني هو أنت عندك أي حد بيتقلش من تجمع المنتخب زي أسمعها كده أنه بيتقلش من تجمع المنتخب أو ما يكاملش من تجمع المنتخب يقول لك ده أنا الدنيا كلها جات علي وانا مظلوم لا أنا ما ظلمش وتلاقي ولي عمره ويتكلم ويعملوا مشكلة بقى ويقدموا شاكوى في الكوارث يعني اللي يخرج من تجمع المنتخب هو بيقول لك أنا ما ظلمتش هو أنا كان فيه ناس أحسن مني الله تلات مرات وفضلت عافر يعني بوص الكلام بوص المصطلحات أيها وده الجميل اللي دايما بنتعلموا منهم بالتأكيد بس دايما الناس حاسة بالمظلومية طول الوقت لا والناس أي حد بيخرج منها المنتخب لازم أن أخبط في المنتخب ليه ولا أخبط في زمالي ليه وجهة نظر مدرب خلاص لازم أن أحترمها وأكمل وأشتغل عليه لكن أنا مش مدرب مثلا مش عايزني طب هاخلط فيه يعني ولا لا هقول ده ظلمني ولا لا لا لغاية تما جيت أولمبيات سيدني دي كانت أول أولمبيات للجيل بتاعنا ده كله أول بطولة ليه كانت أولمبيات سيدني أولمبيات سيدني فشوفي بقى ربنا دي أول بطولة أول بطولة دولها في حياتي بس تعال بقى نوقف عند أولمبيات سيدني دي ما تركش أنت فاكرني أولمبيات سيدني دي هعديها كده لا لا دي لا ده نكبت أنك فكري أيلالي ومؤكدالي أن أولمبيات سيدني دي اللي أنتو يعني قصة الحب تولدت فيها بقى اجمل اولمبيات في حياتي. اهو شوف. وفيها نادي برضو يعني. اه. بس الحمد لله. يعني انا لما قلت لها شوف هي راحت اربعة اولمبيات. اه. بس شوف الحب بعد. اربعة اولمبيات. قلت لها بس ايه لا اقرب لقلبك. قلت لي سيدني. قلت لها اشمعنا. قلت لي عشان انا وصلاح حبينا بعض فيها. دي حقيقة. شوف بقى الكلام. الميزة في الولمبيات دي. اه. اللي الجيل كله. اه. كان اول اول اولمبيات ليه. اه. يعني الجيل كله كان في التارة مفيش في تلا� عبية بس. اه. اللي شاركوا قبل كده في برشور. لكن الجيل بتاعنا كله. كان اول مرة شاركت في اولمبيات. اه. وفيها نادية بقى. فدي كانت قصة تانية خالص بقى. اه. صحيح. فالحمد الله احنا كنا في مهمة. بعد اما خلصت. خلصت كلها. كل عوزوا برب الفلك يا سيدي بقى عشان ايه. الحمد لله. احنا عملنا صفات على القصة دي. جامد قوي. لو الحالة بتاعت حديك بقى. الحمد لله عملت صدا كويس جدا جدا. ربنا يا بارك له. ده انا اتشرفت ب بتدوله امل في الحياة. اخيال انتو بتدوله امل كبير قوي في الحياة. لان احضرتك قصة هو المعاق ده معاق في دماغه. مش معاق ايد ولا رجل. السلبي انا من المنسبة لان عندي فلسفة صغيرة. السلبي ده هو المعاق. لكن اللي اديه ولا رجلية ولا عباتر. لا ده مش معاق. المعاق اللي معاق في دماغه. صح. اللي مش قادر اعمل حاجة. البنى قدم السلبي فعلا هو المعاق. هو المعاق. مش البنى قدم اللي عنده اعاقة. اللي عنده اعاقة. هو ده السلبي. اللي سل في حياته هو ده المعاقب. عشان كده بيسموكوا أبطال التحدي تتحدوا الإعاقة. أنا أحلم وأفضل أقول أنا عايز أعمل و أعمل و أم أم أعملش حاجة. يبا هو ده المعاقب هو ده الإنسان السلبي في حياته. يعني استكمالا لكلامك لما طلبت من كابتن نادية في نهاية الحلقة أنها توجه رسالة. وقتها عجبتني رسالتها قوي. قالتلي أنا بناشت كل بيت عنده طفل معاق. إعاقة زهنية أو حرقية أو أي حاجة. أنا زلو. إن أنا زلو. أخليه مارس الرياضة ويدرس. وقل الكلام ده. علشان بجد يعني علشان أنا لو عادش كده. أنا كوالية أمر أنا اللي عندي إعاقة. إن أنا معتبر إن ده بتلاق. ده ده منتهى منتهى الإعاقة. دول عندهم الإعاقة بجد. إحنا ابتدينا إزاي. ابتدينا أن يشوفنا زمائلنا. طب ده بيعمل إيه. ده سافر. ده شفناه. ده حق مدالية. طب هو بيعمل إيه. فعشان أهلا نزلنا. والجل بتاعنا ده كله غاد دلوقتي هو نجح في الحتة دي. لأنه عايز وبين ناشد. وإنته زمان بقى يعني ربنا يبارك في الأهالي طبعا. بس ما كانش الاهتمام زي دلوقتي. يعني الأسر ما كانتش بتهتم زي دلوقتي. زي دلوقتي. ده أنا من خلال حضرتك ده أنا بشكر يعني إذن كان والدتها الله يرحمها. الله يرحمها. واردت نادي الله الله يرحمها. شوف دورها بقايا عمل إزاي وإخواتها في غاية اللحظة دي. ووالدتي ربنا أديها الصحة ووالدها الله يرحمه. شوفوا دوره كان بقايا عمل إزاي غاية تموصلني لمرحلة اللي أنا قاعد بحضلك دلوقتي. يعني أنا بشكرها الله يرحمه. وبنها يبرك لهم. بشكر والدتي اللي هي وصلتني للمرحلة دي. طبعا. وبشكر أسرة ناديا اللي وصلتها للمرحلة دي. وكمن يشوف دلوقتي يا كابتن الدنيا التوارد جيبت. الناس زمان كانت بسيطة. بس كان عندهم رحمة وصبر على الابتلاء. وطول الوقت بيحمدوا ربنا طول الوقت على كل حاجة في حياتهم. يعني كانوا زمان برغم بساطتهم. لكن كانوا عندهم يعني مسابرة غير طبيعية أنهم ينجحوا ولادهم. ولادهم بقا العبيين أو اللي عندهم إعاقة. عندهم صبر غير طبيعي. أن ولادهم هينجحوا يعني هينجحوا. وبنزيلوا دلوقتي يعني ابتدوا الناس تتحرك دلوقتي. يعني فيه برضو فيه زملة حتة العاقة من نسبها لهم برضو. وعقدة شوية. لأ. لأ انزل واشتغل وانزل واتعف وانزل واتمرن وانزل وولي الأمر يوديه ويجيب. أنا شوف هؤلاء أمور دلوقتي بصراحة في أمدية بتاعتنا. أنا بشوف بصراحة. بينزلوا وبيعودوا طول النهار. ودرجة أنه برواحة الساعة تسعى بالليل والله. بشوفهم. لقد ترخرهم بصراحة ينزلوا ويحتكوا بالناس ويشوفوا ويلعبوا. وإحنا الجل القديم بينساعد في ده. الجل القديم بينساعد في ده. والله الساعت بنشوف ناس مثلا. أنا بشوف حد في الطائرة ممكن يكون مثلا استال بتاعه كويس. هولو تعالى ألعب طائرة. النادي ممكن تشوف أي حد مثلا إلح برفع أسكار تشوف الاستال بتاعه. في احنا ده دورنا. ده دورنا في الحياة. طبعا. لازم نساعد زي مايننا. طبعا. وبشتر أولها الأمور. لكن حتة سدني دي بقى. عشان ايه. اه. 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 نجدها قصة تانية خالص يعني. اه. احكيل. انا أول ما حققنا. احنا الجل بتاعنا ده. أول ما راحنا سدني احنا كنا رايحين على تامن تاسع. اه. والناس كلها طول احنا هلتغلب. اه. فربنا كرمنا اخذنا مركز رابع. ده كان في تاريخ الفولي. اه. وتاريخ الألعاب الجامعية. كلها اللي احنا نحقق مركز رابع في المبات سيدنا. اه. ونادي ربنا كرمه عاملة برنزية. اه. فبعد ما خلصت خلص قمت راح للكابتن منصور. طولها كابتن منصور انا اخطب نادي. اه. وراحت للكابتن علي استعداني. اه. والده ومدار بتاعها انا هخطبها. اه. ماشي تمام. البيحسة كلها عرفت. والصحافة كلها عرفت. اه. حتى كان في جريدة مش عافف موجود دلوقتي اللي كانت أخبار اليوم. اه. نزلت الخبر والصور موجودة. ان كسة حب واه 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 وكل ده لسه مراتش البيت عنده. موجودة طبعا اخبار اليوم. كسة حب بقى والموضوع. والبيعسة كلها كلت فرحانة بينا كلنا. اه. كلها يعني. كانت نادية بتحكيني بتقولي لما راحت البيت قالت امامتها قالت لها يا نادية بيحكوا ان انتو في قالت لها يا نادية بيحكو ان انتو في الأولمبياد كان فيه ولد وبنت بيحبوا بعض وتعرفيش همامين قتلا لأ ما عرفش. كان عارفين يعني أنا والدي كان الله أرحمه كان شاف المجلة كده يعني عمل نفسه مش شافت باله يعني قال لي مين اللي خطب ومش عارف مين قلت هو كان صاحب الله أرحمه قلت له يعني زملتنا وكده قال لي زملتك وحمرين الجريدة كده قال لي شوفها الروح أمتى أنا حبيت البنتي أوية كمان بتقولك أنه انتو رجعتو خميس الخميس اللي وراك وتو عندهم صح كده على طول بنا يبركلكم بعض احنا لابنا تلقى 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 بعد بعد على فكرة بس انتو معتزين بسيدني آه معتزين بسيدني سيدني وقتينا صحيح سيدني وقتينا اشبعنا قتينا قتينا للي احنا أول مداليا في تاريخ حياتنا احنا كان لعبة جمعية حققناها وهي كانت مداليا فضة وحققناها وكنا ساعتها يعني كنا كتبين كتابنا ساعتها فدي كانت يعني موضوع تاني خالص كانت النجاح النجاح يعني والجيل بتاعنا كله وبعد كده بي كان لعبناه وحنا بقى بعض برض أولمبياد أثنى من الأولمبياد اللي كانت على كل المستويات رائعة بصراحة رغم اللي احنا في القطة الفولي عانت قوي 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 في البطولة دي وفي معسكراتها عانينا جامد جدا احنا وكانوا يتبرن ثلاث تمرينات في اليوم وفيهم تمرين في الهرم على الرملة فمنحانا كده اللي احنا نسحف في الجبل ده وننزل تاني يعني ثلاث تمرينات في اليوم فمداليا دي بصراحة أغلى مداليا صحيح هي وسيدني صحيح طيب خلينا نروح للبطولات ايه أقرب بطولة لقلبك هي أقرب بطولة هي أتينا أسنا اه لان هي ديت الجيل بتاعنا كله كان متعاصل عايز مداليا عايز مداليا اللي احنا جبتوا فيها مداليا جبنا في البرونزية فهي دي أغلى مداليا من نسباننا في تاريخ حياة نحنة وبعد كده اتجي حققت في البرازيل بس دي الجيل بتاعنا كله لان قلتلك المعسكر بتاعنا كان ماشي ازاي كان صعب جدا 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 احنا ما كانش في حد بيسأل فينا خالص يعني هي انت شايف انه أولمبياد أثناء من البطولات الأصعب والأقرب لقلبك اه ده هي هي البطولة دي طيب لو كلمتك عن الأولمبياد بقى شكل حيب دايما يا كابتن صلاح الناس بتشوف ان الأولمبياد هي البطولة أو التارجة الأعظم لأي رياضي يعني أي رياضي لما يقف يقولك والله أنا خدت كم بطولة أفريقية لا كم بطولة عالم لا كم كاس عالم لا أنا على الأقل شركت في كم أولمبياد واحدة؟ ولا اثنين ولا تلاتة؟ أشير في تثوفfa بقى وجبت كم مديليا يا سلام بقى لو جبت مديليات جبت كم مديليا أولمبية دي بتبقى مختلفة كم يمي ي gobierno أشعرك بالمديليات الأولمبية والمشاركة في الأولمبياد شركت في أربع أولمبياد أو تلاتة؟ أشركت في أربع أربع سيدني وأثينا وكين وبيكين وتكيو 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 هو شوفي تصنيف اللعب الأولمبي هو تصنيفه بيتقال عليه إيه اللعب أولمبي هو ربنا يا رب يكرم كل لعبة مصر وكلها تشارك في الأولمبيات يا رب يعني بس الأولمبيات دي في حد ذاتها تصنيفه هو لعب أولمبي اللي ملعبش أولمبيات يعتبر يعني أنا أسف ملعبش رياضة يعني فيه جزء كده أو ما وصلتش للطب في الرياضة لأنه ده حلم تصنيفه هو بيتقال عليه لعب أولمبي في أي حاجة بيعملها اللعب الأولمبي في أي تكريم اللعبة الأولمبي فهي والجو بتاعها حاجة تانية خالص حاجة تانية خالص افتتاح وبتشوف اللعبة غير اللي انت بيشوفهم الصفوة يا كابتن الصفوة صفوة الرياضيين على مستوى العالم وكلكم بتمشوا في حفل الافتتاح وحفل الختاب ده الواحده والقرية الأولمبية اللي كلكم بتكونوا متواجدين فيها مع بعض وبتشوف نجوم العالم في كل الألعاب ووجودك ضمن الصفوة لا ده حاجة عظيمة وبعدين انت بيشوفهم في كاس العالم انا ممكن ااخد عشرين كاس عالم مش هتذكر زي ما اخدت مديليا واحدة في أولمبيات بس أولمبيا طبعا مش هتذكر غير لأنا خدت حصلت على مديليا أولمبيا طبعا يعني شوف حدريك انا حصلت على مديليا كاس عالم برنزل كاس عالم في ألمانيا 2006 في هولندا 2006 مش زي بتاعتينها مش زي المديليا أولمبيا رغم ان دي تاريخ برضو من نسباننا برضو تاريخ طبعا بس الأولمبياة حاجة تانية خالص حاجة مختلفة وان انت بيشوفهم في كاس العالم في الألعاب الفردية غير لي بيشوفهم في الأولمبياة طبعا من دول أقوى طبعا انت النهاردة انتو مثلا يعني مثلا في الهنبول 12 فرق 12 فرق كابتن نادية بتقول لي 8 تماني في رفع الأثقال عندكو 8 بردو 8 فتخيل 8 دول من حق العالم كلها فانت بتتكلم صفوة الصفوة يعني فهي المنافسة بتبقى جيدة جدا وبتبقى كوية جدا صحيح صحيح وجوى الأولمبيات مختلف مختلف عن أي بطولة عالم ولا أي حاجة خالص طبعا انا بقول حفل الافتتاح وحفل الختام يا رب نشوف أولادنا كلهم يا رب حفل الافتتاح والختام وكمان القرية الأولمبية لا لا ده حاجة تانية خالص وربنا يكرم كل الرياض يا رب يبقى حلمه اللي شارك يروح يا رب يا رب ليه ما يكنش موجود مع المنتخب وبتولت العالم الأخيرة الأخيرة ديت هو كان فيه جهاز فني جي جديد وليه كل اللي احتراموا التقدير فما حصلش اختيار ما فيش أي مشكلة خالص وراحت وسندت المنتخب بتاعنا أو كنت بتروح بيقولولي انك بتروح وبتسندهم وبتمرن بعاهم ولا حد عايز أي حاجة أعملها له لإن ده حضرتك بكل أمان والله دي أخلاق دي منتخبنا احنا لا يعني ياما ناس والله منتخبهم برضو كل حاجة لكن دي أخلاق رفيعة منك المنتخب ده هو اللي عملنا وهو عمل أسامينا وهو اللي شهرنا فمش عشانا مش في المنتخب لا وعدت بقى جهاز الفني وبروح كل تمرينة وبروح أربعهم وده عادي جدا طبعا ندل زميلي لنا من بعد بكرة هقابلهم مثلا في الدوري وللأسبوع جابلهم في الدوري هقول لنا ليه لما أنا كنت أحسن من فنان لا دي وجهة نظر محترمة وجهاز الفني أنت مش بقى المرحلة دي شو كان كابتن بس بعد ذلك أنا جاء المعسكر اتفضل تعال وأروح وأقعد وأمشي الساعة 12 بالليل وأقعد والصبح ببعده والله والله العظيم اتصل بأي حد فيهم كده لا من خير ما اتصل انت كلامك عندي مصابق يعني بس أنا أنا مستغربة إنه في ناس حلوة كده لا الحمد في ناس صفية وقلوبها نظيفة كده بس ده منتخبنا حضرتك ده المتخب ده هو اللي عملنا هو اللي عملنا وهو اللي علانه هو اللي لففنا العالم كله ليه أنا عشان المدرب ما اخترنيش اللي أنا يعني ده زميلي صحيح أو أنا نزل بس تياريتنا إنه كنت موجود ولا الحاجات دي لا مرفوضة وأنا من خلاص ديك أنا بشكرهم واحد واحد يعني شام صلاح كابتن فريق محمد الحناوي أحمد خميس أحمد فضل حسين مصعود مطوع ابو الخير أنور وشعبان اللعبة دي كلها أنا بشكرهم واحد واحد والسيد موسى وكلهم بصراحة عملوا اللي علانه ده في خلال شهر بأجازاته أن يلعبوا يجبوا مركز رابع وكانوا قربين من مدالية يعني شهر بأجازاته يعني شوف فيهم خميس وجمع أجازة فشوف بقى هم اتمرانه كم تمرين ماشاء الله فهم قطر خيرهم فعلا واللي عملوا ده إنجاز وأنا بشكرهم عليه يعني صحيح ده منتخبنا هاجي عليه ليه أنا المدير الفني قال لا صراحة أنت مش باع الفترة دي شكرين دس أنا بعد يزن حضلك وتسأزمت منهم إن أنا أجل معسكة اتفضل تعال في أي وقت فروحي تبنيت الصبح أو بعد الظهر أو في أي وقت وتستل بيقول أنت ما جدش للنهاردة بص هو بس مختصر كل اللي أنت قلته أنت ابن أصول لكن هو أو الله لكن هو في العدد يامع ناس منتخبتهم وأنديتهم كان لها فضلة عليهم وكانوا نكرين للجميل وكانوا نسيين كل الحاجات دي لكن هو أنت ابن أصول فاهم يعني إيه الأصول وفاهم يعني إن الجهاز الفني دي اختياراته وأنه صالح المنتخب وأنه هو محتاجني هو زيني محتاجني هو زيني محتاجني اللي هو في المعسكر ده هو محتاجني إن أنا أسأل عليه إن أنا موجود باعيك وشد حيلك وإعمل عليك مسألة إحنا أصحاب أستنى بعد بكرة ولا بعد ولا الأسبوع الجامعة نتقابل في الدولة هتقابلوا في بطولات بالقلبة بالأمان طبعا طبعا إن ده المنتخب ده يخيره علينا كلنا طبعا ولعب لعب ربنا يديم عليك نعمة صفاء القلب والوصول والنظافة اللي من جوا دي ربنا يديمها عليك مش متوفرة كتير الفترة دي بس ربنا يديمها عليك يا رب طيب قولي إيه البطولات اللي بتستعدلها خلال الفترة اللي جاي إحنا عندنا آخر شهر 12 في الدورة الموسم الجديدة في عمل بس إحنا عندنا الاتحاد بتاعته مدته خلصت فالاتحاد الجديد هيستلم في آخر 12 فهينظمه دوري وبعد كده اختيار المنتخب اللي بتولة عربية وبطولة كرات هنا في مصر بطولة كرية هنا في مصر وبعد كده ما عندناش فيه بطولة أفريقية بس دي إنت مؤاهلة لباريس آه وبعد كده هين مؤاهلة بطولة طيب إنت البطولات الإفريقية المؤاهلة لباريس دي مش انت مش متواجد مع المنتخب ولا لا إحنا دي غد دلوقتي المنتخب خلاص ما فيش منتخب دلوقتي آه أصبعات كل بطولة المنتخب بيتخلاص بيتحل آه بيبقى في دوري بيختاروا عناصر جديدة من الدوري من الدوري آه لكن احنا العناصر اللي احنا كله موجودين دول موجودين يعنى أيوة أيوة فهناك لكن يقول إسه غد دلوقتي ولا لعب في المنتخب بغد دلوقتي أيوة بس فيها لعبة أساسية في المنتحد بيختاروكوا تاني من الدولة بيختاروكوا تاني لاعب لاعب حتى اللعابة الكبيرة حتى كابتن الفريق بيختاروه من أولو جديد ويبعثوا فاكسات للنادي زي المعتاد يعني وبعد كده يستعدوا بيخشوا معسكر ونبتدي بقى المعسكرات يبتدي بطولات يعني لو فيه إن شاء الله تأهل لباريس فيه خطة للاستعداد لباريس ولا لسه ما فيش كلام عنها دلوقتي لا هو يغد دلوقتي ما فيش حاجة للاتحاد الجديد لسه هيمسك في شهر 12 للاتحاد القديم خلاص ادى فرصة منزلش الانتخابات فادى فرصة للاتحاد الجديد فلسه ما حدش الخطة بتاعته الدور بتاعه لسه برضو ما حدش الخطة بتاعته اللي احنا نعرف دلوقتي احنا هنمشي ازاي فلسه ما فيش حاجة باينة غد دلوقتي هي فيه بس البترول العربية دي في شهر واحد صحيح والقرات دي في شهر اربعة فدي دول اللي هم معروفين اما بعد كده بقى المعسكرات لباريس والاحتكاك والحاجات دي دي لسه ما فيش رؤية لها يغد دلوقتي تغيص فيش حاجة طيب لو طلبت منك في النهاية رسالة توجيها توجيها المين انا اوجيها لأي حد يعني معلش تقسمها اتنين اه طبع تخطي لأي حد بيحب الكرة التائرة في مصر يقف جنب منتخبه وجنب زميله وجنب اللعبة ما فيش حاجة اسمها تصفية حسابات ولا اي حوة خالص اللعيز يخدم من غير كرسي ولا غير منصب يعني انتو عندكو الدنيا الوقت هادية شوية او بالنسبة للتحاد المصر كرة تائرة الدنيا هادية دفن قبل كده لا يعني هو كده للتحاد المصر لتصفية الحسابات لأي حد يخدم بجد لعيز يخدم بجد يجي يقول انا هخدم في كذا ومش عايز كرسي دي رسالة يعني اللعيز يخدم بجد يقول انا هو مش شرط انه اخد حتة مترطاية دي رسالة لأي حد عايزه كرة طيرة تقوم في مصر انه هو يجي يقدم رسالة دي رسالتك الاولى رسالتي التانية بقى هي مش رسالة انا بشكر طبعا نادية بجد والله ان هي في ظهر طول العمر واحنا مع بعض على طول حتى في المعسكرات فهي مريتي فلما يكون في حاجة في المعسكرات فبتقول لي خلي بالك اعمل كذلك نفس الدول اللي احنا بنقدمها فبقول ربنا يخليها لي رب وربنا يكلم في مديليا في باريس ومش مشكلة انا اشارك اهم شيء ان هي ربنا يكلم يا رب ووفقها وهشوفها احسن لعبة في العالم كله يا رب ويبركلكو في بعض ويبركلكو في ولادكو وتفضلوا دايما نمازج جميلة قلوبكو بيضة طيبين وضاف ولاد اصول يعني حاجة حاجة عظيمة جدا والله سواء حلقتها ولا حلقتك والله العظيم كم التقل ايجابية اللي ادتهالي من خلال الحلقتين انا اللي بشكرك واحد ربنا انا بشكرك ان انت بتلاعي وانتو على دماغي والله انا بشكرك والله بجد بأمانة روحنا برامج جتين مفيش حد تطلعلي في القلب غير حضرتك لا والله عشان انتو توصلوا للقلب بسهولة انتو نمازج الواحد يحب يقعد معها عشان يحس ان من الاخر كده الدنيا لسا بخير الحمد لله والله الدنيا سهلة ورياضة سهلة جدا هي رياضة سهلة جدا طبعا انت بتحب اللي عبدي اخدمها مش شرط ان انا اخد كرسي والله مش الرياضة بس الدنيا كلها سهلة بس الناس وصعبها وصعبها صحيح نورتني وشرفتني يا كابتن وحقيقي كنت سعيدة جدا بحلقتك وحلقة كابتن نادية يا رب دايما في إنجازات ويا رب دايما أبطال أولمبيين قبل ما تقولوا قبل ما تكونوا أبطال بس رياضين أبطال أولمبيين كمان ولدكو يعيشوا لأمر كله أحفادكو يفتخروا بيكو نورتني وشرفتني يا كابتن والاتنين اللي جاي إن شاء الله في نفس المعاد سلام عليكم